أفادت وزارة الصحة الجزائرية بأن فرق معاينة وتفتيش تواصل مهامها لرصد حالة المؤسسات الصحية في البلاد من خلال تسجيل النقائص التي تعاني منها وتدوين الملاحظات مع ضمان المرافقة اللازمة وفق بيان للوزارة تهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين وتطوير نوعية وجودة الخدمات الصحية للمواطنين المؤسسات الصحية في الجزائر تحت عملية تفتيش ومعاينة تقوم بها فرق تم تشكيلها بأمر من وزير الصحة عبدالحق سايحي ويشرف عليها مختصون في التسيير وموارسون طبيون يركز عمل فرق التفتيش على رصد حالة كافة الهياكل الصحية في البلاد وتسجيل النقائص وتدوين الملاحظات مع ضمان المرافقة اللازمة خطوة جاءت بأمر من الرئيس الجزائر عبدالمجيد تبون لوزير الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء وتقول وزارة الصحة إنها تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في أقرب الأجال بعض خبراء الصحة يتوقعون أن يكون لعمليات التفتيش العامة للمستشفيات تغيير إيجابي باعتبار أن تشخيص مصادر العجز في قطاع الصحة سيدفع نحو مزيد من التأطير والتكوين في المؤسسات الاستشفائية أمر قد يساعد أيضا في تجنب الإخلال بنظام قانون الصفقات العمومية والحد من هجرة الأطقم الطبية من القطاع العمومي نحو العيادات الخاصة على حد رأيهم كما سيسهم تعميم الرقمن في كافة المستشفيات في التحكم أكثر في مراقبة عمليات التسيير وترشيد النفقات بما يتماشى مع الميزانيات السنوية في المقابل اعتبر رئيس النقابة الجزائرية لممارس الصحة العمومية إلياس مرابط أن لجان التفتيش لا تستطيع إحداث أي تغيير من واقع المستشفيات أو تنفيذ المخططات لأنها حسب رأيه لجان داخلية ما يجعلها تفتقد لخصوصية السرية والفجائية للمزيد انضم رئيس من الجزائر مراسل الحرة محمد برغل محمد ما مسار هذه اللجان التي تقوم بالتفحص الآن والمرافقة وأي حد زمني وضعته الجهات المختصة فعلا لجان التفتيش والمراقبة تم إعطاء أمر بتعميمها على مستوى 361 مستشفى يوم الاثنين الماضي العملية طبعا انطلقت في شهر سبتمبر الماضي ولكن في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون كان أمر بتسليم تقرير مفصل عن وضعية وحالات المستشفيات عبر الوطن في اجتماع الوزراء المقبل وبالتالي وزارة الصحة تمر إلى السرعة القصوى لإعداد هذا التقرير وبالتالي تعميم لجان التفتيش على مستوى جميع المستشفيات عبر الوطن نقابات قطاع الصحة هناك من تفائل على اعتبار أن الأمر مرتبط بإرادة سياسية عليا لتحسين الرعاية الصحية لتحسين وضعية الهياك الاستشفائية أيضا القضاء على الأعطاب التي تصيب الأجهزة الطبية مسؤول بوزارة الصحة تحدث عن أن مستوى العطاب في مختلف الأجهزة في سنتين 2020 و2021 كان في حدود سبعة من المئة قلت بعض النقابات تفائلت لرفع ميزانية قطاع الصحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بـ 14 في المئة ليصل إلى حدود 4.5 مليار دولار لكن نقابات أخرى أيضا تحدثت أن هذا الميزانية تقريبا جزء كبير منها يذهب لصرف رواتب وأجور العمال فيه أيضا عملية توظيف لـ 19 ألف ممارس خلال سنة 2023 الوزارة تتحدث أيضا عن تسديد ديون المؤسسات الاستشفائية لدى الصيدلية المركزية كل هذه الأمور قد تحوز على جزء مهم من الميزانية وبالتالي النقابات تربط مسألة وجود إرادة سياسية لتحسين العاية الصحية لرفع ميزانية التجهيز نعم التقرير طبعا سيقدم لرئيس الجمهورية رئيس طلبه لاجتماع الوزراء المقبل يمكن الأسبوع المقبل سيسلم هذا التقرير لرئيس الجمهورية للنظر في الوضعية الحقيقية على اعتبار أنه شكاوى كثيرة من الطالبي الاستشفاء في مختلف المستشفيات والعيادات الصحية الجوارية خصوصا أنه خرجنا من مرحلة كورونا سنتين 2020 و2021 كل المصالح كانت معطلة على اعتبار أنه كلها كانت موجهة لعلاج المصابين بكورونا وبالتالي العديد من المواعيد تأجلت لأكثر من مرة لأشهر عديدة خصوصا فيما تعلق بمرضى السرطان بمرضى القلب أيضا والعجز الكيلوي وبالتالي الضغط زاد على المستشفيات ما تسبب في حالة من الفوضى في كثير من المرات إلى جانب الأعطاب والخلل التقني الذي يسيب الكثير من الأجهزة والتي يطول إصلاحها على اعتبار أن أغلبها مستورد وتحتاج إلى فرق تقنية تأتي من البلد المنشأ لهذه الأجهزة الطبية كثير من رؤساء المصالح تحدثوا خلال الأسبوع الماضي عن وجود الكثير من الأعطاب وضعف الرعاية الصحية بالنسبة للمواطنين لأن الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية هي مجانية تقيبة أشكرك من الجزاء المراسل لنا محمد برغول